صباح الخير أحبائي وعزائي وفي البداية مع قناتكم قناة الملكة والأمير التي تبحث عن كل ما هو جديد أمر يغضب أخواتنا المسلمين من المسيحيين وليس جميع المسلمين فهناك أشخاص في قمة الاحترام وقمة الأدب وقمة الأخلاق ولكن هناك بعض المسيحيين قاموا بهذه الأفعال بالورود والبلونات والشوكولاتة شباب كنيسة ماري مرقص ببني سويف يشاركون الإخوة المسلمين فرحة لعيد الفطر قال القمس أشياء دماثوا راعي كنيسة الشييد العظيم ماري مرقص بمدينة بني سويف أنه تحت رعاية نهافة الحبر الجليد الأنبى غبريال أسكف وبني سويف وبإشراف أباء الكنيسة قام في ساعة مبكرة من صباح اليوم عددا من شباب الكنيسة بتوزيع عدد كبير من البلونات والشوكولاتة والورود والألعاب والأطصال من إخوتنا المسلمين وعقب أداء سلاة في عيد الفطر المبارك نوع من مشاركة الأقباط لإخوتهم المسلمين فرحة عيد الفطر المبارك وهي عادة منذ عدة أعوام للإدخال السعادة على الأطصال من الإخوة المسلمين وأسرهم وقال القمس أشعياء لمس راعي كنيسة الشعيد العظيمة بمرؤس بمدينة بن سويف أن المبادرة تمت تحت رعاية نهافة الحبر الجليد الأنبى غبريال أسكف بن سويف وبإشراف أباء الكنيسة حيث حرص شباب الكنيسة على مشاركة المسلمين فرحة العيد وإدخال البهجة والفرحة على الأطصال وتوزيع هداية عقب نهاية صلاة عيد الفطر المبارك وذلك وأمام الكنيسة وأشهد الكمس أشعياء لمسة بعلاقات المحبة والمودة التي تجمع المسلمين والأقباط بمحافظة بن سويف دعين الله أن يحفظ الله مصر وشعبها بصلوات نهافة الحبر الجليد للأنبى غبريال أسكف بن سويف حقيقة الأمر هناك أشخاص يقولون ما بقى لكم من هذه الأمور طب ما تعم بقى ما بدا ما توزع لأخوتك المسلمين روح وزع لأخوتك اللي في الملاجئ المسحيين أنت مالك بالكلام ده ناس مسلمة تقولي الكلام ده وناس تانية تقولك أنت هي علاقتك بينا وناس تانية تقولك ما نكشي دعوة بينا وناس تانية تقولك شكرا كلام كتير ولكن كل اللي أنا عايز أقوله إن إحنا في الأول وفي الآخر إخوات من أب أبونا آدم وأم أمنا حوال وقال رسول الإسلام لكم دينكم ولنا ديننا كل واحد ولي دينه والله هو اللي يحاسب كل إنسان يريد ما يكونش لك علاقة بإنك تعكن على حد ألامه أو تعكن على حد بأفراحه الإنسان بيحب يفرح لما بيشوف غير يكون فرحان وطبيعة المسيحيين دايما أنا لما بشوف غير فرحان هو بيكون فرحان السيد المسيح بكى لما لعازر مات الفرحة دايما وكان في عين الفرحة لما أجبع الجموع بالسمكتين والخمس خبزات كل الحب وكل التقدير وسلام الرب معكم يكون أمير مع تحياتي قناة الملكة والأمير وأطلب من الله أن يحفظنا جميعا في سلام وخير شكرا لكم أحبائي وعزائي وانتظر اشراكم إن أحببتم كل الشكر والتقدير وسلام الرب يكون أمير